بسهولة بسهولة سنرى بالأيام القادمة سيطلع الأشياء لدينا الأدوات والإمكانات العقليات التي توفر لها الظروف المهيئة أن نطلع لك إنتاج عالي هناك ثلاثة أعمال سننزل الآن ليس شركتي وشركات أخرى هذه الأعمال ستكون انتقالة أعتقد العالم العربي سيحكي بها ليس فقط العراقيين بل وجوز أبعد التعامل بالقنوات العراقية صعب أحمد صار شيء بهم مستحيل ليس صعب يتفهم الضغوط اللي عليهم لأنه ليس سهل الموضوع أنه يعرض هذا البرنامج بهاية الحرية بهاية المساحة على واحدة من القنوات العراقية يمكن بسهولة يصر عندهم تماس كهربائي يصر حريق بعد ذلك فمنريد يعرف هذا الموضوع متفهمة جدا أكو غير مواضيع أخرى جربنا التهديد الأمني غير التهديد الأمني التعامل البروفيشنال التعامل الاحترافي بعض القنوات انت عانيت منهم وقلت هذا الشيء بشكل صريح بالبرنامج هذا هم جانب آخر ممكن يمنعك من التعاطي من ناحية المساحة الحرية أي شوية بي شوية يكون معاوقات بالعراق بالقنوات العراقية شنو النواحي الأخرى؟ أغلب القنوات العراقية يعدهم تفاهمات موينة مع أما أجندة سياسية موينة فأنت ما تقدر تأخذ راحتك مية بالمية بالقنوات العراقية مثل ما أخذ راحتياني حاليا بالدويتشا فيلا مثلا الدويتشا فيلا أعطتنا فرصة وحرية لم نجده في أي مكان آخر ولا أعتقد أبدا ولن نجده في أي مكان آخر لهذا هي مننا فرصة أيضا أنه أقدم شكري وامتناني لكل من ساهم بوجود هذا البرنامج بالدويتشا فيلا شراكتك طويلة وإياهم؟ طويلة ومبنية على ثقة وهم الناس يعني وقافة بالأزمات تلقاهم مستقتلين على مد إدافة عمد البرنامج وحرية التعبير بالبرنامج بالتأكيد تأتيك عروض من قنوات أخرى أن تروح لهم؟ أجدت وأحسن من يعني مادياً أحسن من العرض مال دويتشا فيلا أنت فضلت تبقى؟ أفضلت أبقى من قنوات عراقية هاي العروض جدتك؟ لا قنوات مو عراقية مو عراقية لأن أنت القناة العراقية غلقت الباب لأنه تتعاملوا يوم بشكل عام مزيد